مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم رحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو سؤال وسؤال مهم جدا وهو أيضا سؤال للرد على اتهام المسلمين الكثيرين الذين يتهمون بوليس الرسول على أنه هو مخترع المسيحية وكأن بوليس هو الذي اخترع العقائد المسيحية لأجل هذا موضوع حلقة اليوم هو بعنوان هل اخترع بوليس الرسول المسيحية هل اخترع بوليس الرسول المسيحية هذا هو السؤال المهم الذي يطرح والذي أيضا يوجد هناك اتهام مباشر لبوليس الرسول بأنه هو الذي اخترع المسيحية وهو الذي نادى بأمور لم ينادي بها المسيح فعقيدة الكفارة وعقيدة الفداء وعقيدة التبرير وكل هذه العقائد هي من اختراع بوليس لكن لما نقرأ الأنجيل لا نجد أن المسيح قد علمه لا بالكفارة ولا بالتبرير ولا بهذه الأمور فهل هذا الاتهام صحيح؟ طبعا احنا بنكتشف أنه كل الاتهامات لأخوة المسلمين غلط وغير حقيقية بل هي تزييف وافتراء على الإيمان المسيحي لكن هنحاول نجاوب ونحاول نذكر كل الذين عندهم هذا السؤال وهذا الشك أنه المسيحية بدأت مع المسيح والمسيح هو أساس الإيمان المسيحي وبوليس كان تابعا وتلميزا للمسيح طيب على أي أساس يبنى هذا الإدعاء؟ يعني لما بيقولك أنه بوليس رسول هو الذي اخترع المسيحية على أي أساس بيبني يبنى هذا الإدعاء بأن بوليس هو مؤسس المسيحي؟ كويس ما أكيد لأساس أي اتهام أو أي فكرة لها أساس وإلا تكون فكرة ما تستهلش حتى أن احنا نطرحها أو نناقشها فما هو الأساس الذي يبنى عليه هذا الإدعاء؟ هذا الإدعاء يبنى على أمرين أمرين مهمين ونتناقش في هدان الأمران في هذه الحلقة بإذن رب أول حاجة يقولك أنه أولا ليوجد برهان على أن بوليس تقابل مع المسيح يعني إحنا ما عندناش برهان أن بوليس تقابل مع المسيح وصار له تلميزا وبما أن الاثنين هو بيكلم على اللقاء الجسدي يعني وبما أن الاثنين لم يتقابل معا بوليس لم يكن واحد من الاثناش الذين اخترهم المسيح ولم يعيش مع المسيح وبما أن بوليس والمسيح لم يتقابل معا فكيف لبوليس أن يعرف تعليم المسيح ليعلمها؟ ده سؤال هو سؤال كويس كويس؟ ده أول أساس أن بوليس هو الذي اخترع المسيحية لأن بوليس لم يكن تلميزا من تلميز المسيح الاثناش ولم يعيش مع المسيح ولم يتقابل مع المسيح بالجسد كويس؟ وبهذا بوليس لا يعلم شيئا عن تعليم المسيح لكي ما يعلمها فعلم من دماغه ده المحصلة أن بوليس علم من دماغه وليس تعليم المسيح طيب الإدعاء الثاني كويس؟ وهو إدعاء أيضا مهم بيقولك أن تعليم بوليس لا تعكس تعليم المسيح بل تبدو أحيانا على أنها تتناقض مع تعليم المسيح طبعا عن جهل أو عن قصد من ضمن هذه الأمور يقولك أن المسيح علم بأن الخلاص يكون باتباع النموس وليس بالإيمان بذبيحة المسيح لكن بوليس علم بأن زبيحة المسيح هي أساس الخلاص وأن المسيح مات كفارة وأن الإنسان يتبرر بالإيمان لا بأعمال النموس وإحنا خدنا حلقة عن الموضوع ده كاملة وردين عليها لكن الإدعاء ده موجود يبقى الإدعاء مبني أو الإفتراء على بوليس وعلى الإيمان المسيحي مبني على حكتين زي ما قلت إن بوليس لم يتقابل مع المسيح وجها لوجه وبهذا لا يعرف بوليس تعليم المسيح وإن هناك تعليم تبدو على أنها تتناقض مع تعليم المسيح تعليم نادى بها بوليس تتناقض مع تعليم المسيح هل هذا الأمر حقيقي؟ أنا أخذ واحدة واحدة ونحاول نجاوب على كل إدعاء على حدة طيب نجري الرد على الإدعاء الأول القائل المسيح أو الإدعاء الذي يقول أن بوليس لم يتقابل مع المسيح إيه هو الرد على هذا الإدعاء؟ الرد على هذا الإدعاء أن المسيح قد اختار بوليس المسيح قد اختار بوليس بوليس بنفسه وبذاته لم يكن تابعاً للمسيح بوليس كان متحداً للمسيح وللكنيسة بوليس كان شخصاً غيوراً وكلم عن اختباره سواء في أعمال تسعة أو في غلطية أصحح واحد وقال أنه هو كان يعني يتطهد يتطهد الكنيسة بوليس نعم لم يكن ضمن الاثن عش تلميزة إلا أن بوليس قد اختاره المسيح بنفسه ليكون له رسولاً للأمم مش بوليس هو لاختار المسيح لا دا المسيح هو لاختار البوليس والقصة دي واضحة جداً واختبار بوليس واضح جداً واضح في أعمال الرسل أن الذي افتقد بوليس واختار بوليس هو شخص المسيح نفسه طيب حقيقة دي بنجدها فين؟ بنجدها زي ما قلت في أعمال أصحح تسعي يقول أما شاول فكان لم يزل ينفث تهديداً تهدداً وقتلاً على تلميز الرب كان كل اللي في فكر بوليس هو أنه إزاي يقتل تلميز الرب وإزاي يهددهم فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناساً من الطريق اللي هم يعني المسيحين الأوال كانوا يطلق عليهم أتباع الطريق كويس أناساً من الطريق رجالاً أو نساءاً يسوقهم موثوقين إلى أرشاليم يعني يجيبهم زي الأسرة يأيدهم يقيدهم ويؤسرهم ويجيبهم لأرشاليم للمحاكمة كالأسرة ده كان بوليس بوليس ما كانش بيفكر أبداً أن يكون تلميز للمسيح وزي ما الفكر المريض بتاع بعض الإخوة المسلمين اللي بيفكر أن بوليس دخل الإيمان المسيحي لكي ما يفسد الإيمان المسيحي يا زكائك أسكى أخواتك بصراحة لأن بوليس نفسه مات من أجل المسيح بوليس ما كانش بيجذب بوليس كان فعلاً حقيقي تلميز للمسيح واحتمل الألام والمعاناة والاتهاد والجلد مرات والسجن مرات كثيرة وفي الآخر حكم عليه بالموت كتابع للمسيح وفي ذهابه إلى دمشق حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرك حول نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتاً قال له شاول شاول لماذا تطهدني؟ يبقى مين الذي دعا شاول إليه؟ المسيح هو الذي أخذ الخطوة تجاه شاول المسيح هو الذي اختار شاول ليكون بوليس الرسول ولأنه اختاره علمه وهنشوف إزاي المسيح علم شاول وإزاي شاول تعلم الإيمان المسيحي فما يجيش حد يقول لي آه أصله شاول لم يتقابل مع ده شاول تقابل مع المسيح وجهاً لواجه نقرى كمان فقال فقال من أنت يا سيد شاول لما وقع والنور أبرك حواليه قال من أنت يا سيد فقال رب أنا يسوع الذي تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل فأجاب حنانيا بعد كده الرب يكلم حنانيا وهو واحد من المؤمنين بالرب يسوع اللي كانوا في دمشق فأجاب حنانيا يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعلة بقدسيك فورشاليم المؤمنين الأوائل كانوا خايفين من شاول وما كانش مصدقين أن شاول ممكن يبقى تلميذ للمسيح وحنانيا هنا لما الرب قال له أنه هيجي لك شاول قال له رب أنت عارف قد إيه دا كم يعني تسبب في ألام وشرور كثيرة لقدسيك وهنا له سلطان من قبر أساء الكهنة أن يوث الجميع الذين يدعون بإسمك فقال له الرب اذهب لأن هذا ليه إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل يبقى عندنا دعوة شاول عندنا اختيار المسيح لشاول زي ما المسيح اختار التلاميذ زي ما المسيح راح لبوترس ويوحنة وقال لهم يعني اتركوا الشباك وتعال اتبعين اتبعني وزي ما راح لماذا قال له تعال اتبعني هكذا أيضا المسيح راح لبولس المضطهد للكنيسة الذي اقترب شرورا كثيرا وأثاما ضد القديسين لكي ما يغير حياته ويجعله تلميزا له وما زال الرب بيعمل إلى يومنا هذا في حياة كثيرين نفس اللي بيعملوا مع بولس الرسول بيغير قلوب فعندنا المسيح اختار بولس طيب هتقول لي أوكي المسيح اختار بولس لكن كيف لبولس أن يعلم تعليم المسيح من الذي علم بولس وجعله تلميزا عارفا بتعليم المسيح أقول لك الحقيقة التانية المسيح علم بولس شوف الرب يسوع مش بس اختار بولس الرب يسوع أيضا علم بولس لكي ما يكون رسولا للأمم هتقول لي الكلام ده فين أقول لك موجود في غلاطي أصحح واحد لما بولس بيقول هنا عن اختباره وبيقول وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان الإنجيل الذي بنادي به رسالة الخلاص بالإيمان التي أنا أنادي بها وسط الأمم لم تكن من قبل إنسان لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته إني بولس ما اخترعهوش بولس لم يخترع هذه العقائد لكن يقول بل بإعلان يسوع المسيح يبقى مين الذي أعلن لبولس مين الذي علم بولس يسوع المسيح نفسه فأنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أنتم عارفين السيرة بتاعتي زمان أني كنت متطهد كنيست الله بإفراط وأطلفها وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي إس كنت أوفر إس كنت أوفر غيرة في تقليدات أباي ولكن لما صر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعماته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر لحما ودما ولا صعدت إلى رشالين إلى الرسل الذين قبلي بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت إلى دمشكو بولس قعد في العربية غالبا سنتين يتعلم من شخص المسيح دي كانت المدرسة بولس قعد يتعلم من المسيح دي كلها حقائق بس الإخوة المسلمين طبعا بينكروها ومش عايزين يعرفوا هذه الحقائق أن الذي اختار بولس هو المسيح والذي علم بولس هو المسيح حقيقتين دول ولا يستطيع أحد أن ينكرهم أي قارئ للعهد الجديد وأي قارئ لسفر أعمال الرسل أو لرسائل بولس الرسل هيعلم هذه الحقائق بوضوح لأنها مذكورة حاجة التالتة والمهمة أن ما علم به البولس أكده أيضا تلميذ المسيح الرسل أكدوا سلطان بولس كرسول للمسيح بولس لم يفرد عليهم لكن هما قابلوا وأكدوا سلطانه وأعطولوا يمين الشركة وجعلوا واحد معهم مش كده لما نقرأ يقول كده في بوترس التانية لما بوترس يكلم يكتب للمؤمنين وحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب عليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له كما في رسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور يعني بوترس بيؤمن على ما كتب بولس من حقائق للمؤمنين ده بولس اللي هو يعتبر يعني القامة الكبيرة وبولس ويعقوب ويحنى أعطوا لبولس يمين الشركة أيضا نجعلوا واحد معهم أجي إلى سؤال آخر سؤال ده مهم وهو هل غير أو حرف بولس الرسول تعليم المسيح قبل ما أجاوب على السؤال ده عندنا فيديو نتفرج عليه بيبرحن لينا يعني أدي إيه الإخوة المسلمين مجرد بغبغانات بتردد أمور دون وعي أو فهم لكن هم يعني حفظين بولس هو الذي أتى بتعليم المسيحية هم حفظين العبارة فنشوف الفيديو نرجع نعلق عليه إحنا كمسلمين بنقول إن بولس هو مبدل دين المسيح بولس ليس من تلاميذ المسيح بولس أهم شخصية في المسيحية دعوني أقول بأن المسيحيين اليوم لو أرادوا أن يسموا أنفسهم بتسمية صحيحة لهم بولسيين وليسوا مسيحيين لأن ما عندهم من معتقدات هي في الحقيقة معتقدات بولس وليس المسيح الآن الإنجيل الموجود مطبوع مع الإنجيل رسائل بولس الرسول وصار له أتباع وصار هو الذي يشار إليه وصار أشهر الحواريين وأنه ليس من حواري عيسى وهم جاء بالتثليث وجاء بالصلب وجاء بالتحريف انحرف العقيدة النصرانية تحرف العقيدة النصرانية بما أنها مكتوب عليها رسائل بولس فبولس انحرف يعني هي المشكلة أنه الرسائل دي مكتوب عليها رسائل بولس الرسول طيب هو رسائل بولس الرسول أحسن من من صورة البقرة والعنكبوت يعني على الأقل دي رسائل شخص وليس تسميت تسميات غريبة انوي خلينا نرجع لموضوعنا هل غير أو حرب بولس الرسول تعليم المسيح هذا هو الإدعاء على رأيي الدكتور منكسي تقول لك أنه مفروض أن احنا نسمي المسيحيين الموجودين بولسيين لأنهم يتبعون تعاليم بولس وليس تعاليم المسيح يا زكائك بجد ألا تعلم أن الأنجيل الأربعة التي تحتوي على حياة المسيح كلها من تجسده وحياته ومعجزاته وألامه وصلبه وموته وقيمته وسعوده هذه هي الأساس الذي بنيت عليه كل رسائل هذه هي الأحداث الأساسية الجوهرية التي بنيت عليه باقي أصفار العهد جديد اللي بدونها لم يكن هناك رسائل لبولس أو لبوترس أو ليحنى أو أعمال الرسل أو أي شيء آخر لكن هيا نرجع مرتين أقول هل غير أو حرف بولس الرسول تعاليم المسيح هذا هو الإتعاء طيب هل اخترع بولس عقيدة التبرير بالإيمان هل بولس اخترع عقيدة التبرير بالإيمان خلينا نشوف بيقولي بولس الرسول في رمية ثلاثة وأصحى عدد واحد وعشرين وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون النموس يعني بر الله الإنسان هيتبرر بس مش بالنموس وهذا البر اللي بدون النموس مشهود له من النموس يعني النموس شهد على أن الإنسان يتبرر بالإيمان مشهود لهم من النموس والأنبياء بمعنى أن العهد القديم كله يشهد على أن الإنسان يتبرر بالإيمان وهنا هنا أجي إلى نقطة مهمة جدا وبولس الرسول بنى عليها هذا الحق لما الكتاب يقول أنه آمن إبراهيم بالله فحسب له إيمانه برا كويس هذا الإيمان الذي حسبه الله له برا كان قبل الختام ولا بعد الختام دي نقطة مهمة جدا في التتابع لا بنقرأ أنه الله حسب له إيمانه برا في تكوين خمستاشر والله أعطى الختام كعلامة في تكوين سبعتاشر فبولس بيقول أن الإنسان يتبرر بالإيمان دون الختام دون أعمال النموس والعهد الأديم يشهد على أن الإنسان يتبرر بالإيمان الله ما عندهوش ما عندهوش معايير مختلفة لتبرير الإيمان لتبرير الإنسان يعني ما عندهوش في العهد الأديم الأعمال تبرر الإنسان أما في العهد الجديد فالإيمان يبرر الإنسان الله ما عندهوش المبدأ ده العهد الأديم والعهد الجديد كله واحد كما أن الإنسان في العهد الأديم يتبرر بالإيمان الإنسان أيضا في العهد الجديد يتبرر بالإيمان الإنسان في العهد الأديم يتبرر بالإيمان وهو ينظر بإيمان إلى الزبيحة الكاملة إلى المسيح الذي سيأتي في ملء زمان أما الإنسان في العهد الجديد فينظر إلى الخلف إلى يسوع المسيح الذي قدم نفسه على الصليب منذ ألفين سنة لكن الوسيلة واحدة الإنسان في العهد القديم وفي العهد الجديد يتبرر بالإيمان عش كده يقول بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق طب هتقول لي بقى أو ييجي بقى الدكتور منقز وشطرت ويقول لك ايه طب فين التعليم دي من تعليم المسيح اثبت لي أن الإنسان يتبرر بالإيمان من تعليم المسيح طيب أنا هتكلم عن النقطة دي لكن هايخد آية تانية بوليس بيقول أردن فروميا وخمسة واحد فإس قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع ربنا يسوع المسيح يبقى التبرير بالإيمان يقول أيضا في غلطية اتنين إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس بل بإيمان يسوع المسيح أمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال النموس لأن بأعمال النموس لا يتبرر جسد ما بالنموس لا يتبرر الإنسان بالنموس الإنسان يعرف أنه خاطي النموس يكشف خطية الإنسان وعجزه وفساده ولكن هذا لا يستطيع الإنسان أن يتبرر بالنموس ولا يستطيع أحد أن يحفظ النموس لأنه إذا حفظ كل النموس وعصى في واحدة صار مجرما في الكل طيب تقول لي أوكي ماشي ده تعليم بوليس أين هي من تعليم المسيح طيب هذا هو السؤال هل علم الرب يسوع أن التبرير يكون بالإيمان أنا هاختار قصة حقيقية قالها الرب يسوع الرب يسوع هنا بيقول إنسانان صعدة إلى الهيكل اتنين راحوا يصلوا واحد فريسي والفريسي هو الشخص الذي يحفظ النموس ملتزم بأدق تفاصيل النموس متزمت في اتباعه للنموس يعتبر شخص سلفي بالفكر المعاصر ويس ربنا يقول له إنه يقدم عشوره فيقدم حتى من التوابل اللي عنده في البيت العشور من الشبث والنعناع والكامو إلا آخره فهو شخص ملتزم جدا يصلي يصوم يقدم عشوره ملتزم بكل وصايا النموس فواحد فريسي والآخر عشار عشار ده كانت أكتر وظيفة مكروهة عند اليهود العشار هو جابي درائب ولأنه جابي درائب فهو يجمع الدرائب من اليهود لكي ما يقدمها لمين للرومان فهو إنسان خاطي طماع متعاون مع الأعداء جشع كل الأوصاف الوحشة حطها في العشار كل الأوصاف الوحشة حطها في شخص العشار كميس وكل الأوصاف الحلوة بحسب النموس حطها في الفريسي فالرب يسوع بيقول إنه الاتنين دول الاتنين دول واحد يتبع النموس بيحزافيره واحد لا يتبع النموس نهائيا واحد متزمد جدا سلفي في حفظه للوصايا واحد متحرر لبرالي علماني رأسمالي حط اللي انت تحط طماع جشع كويس الاتنين دول صعدوا لكي ما يصلوا فوقف أمل في الريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا في الريسي وقف يصلي وهو بيقول للرب أنا بشكرك لأني لست مثل باقي الناس زي المسلمين بالضبط كويس أشكرك لأني لست من الكفر أو من الهالكين من نفس الفكرة لست مثل باقي الناس الخاطفين يعني أنا مش بخطف والظالمين وأنا مش بزلم الزناه وأنا مش بزني ولا مثل هذا العشار الجشع الطماع الوحش أنا من زيهم أنا من زيهم ده أنا بالعكس بعمل حاجات كمان أكتر من كده أنا مش بس سلبا لست مثلة لكن أنا كمان إجابا بعمل كذا وكذا وكذا أصوم مرتين في الأسبوع أصوم جميل وبركة وأعشر كل ما أقتنيه كل حاجة أقتنيها أقدم العشر منها طيب هذا الإنسان في رأيكم مش المفروض أعمال النموس اللي بيعملها دي تبرره مش المفروض إنه يكون مبررا لو بأعمال النموس يتبرر الإنسان يكون هذا الإنسان بار صح ده المنطق لو الإنسان هيتبرر بأعمال النموس ولو هتحط دوان على الميزان كل اللي قاله دوان يجعل الكفة بتاعته تطب توزن أما العشر أما العشر فوقف من بعيد لما يوقف واحد من بعيد إحساس بعدم الاستحقاق إحساسه إنه غير مستحق إنه يكون في هذا المكان هو مدرك في ذاته إنه غير مستحق فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو سماء عارفين لما يكون واحد ابنك مثلا عامل حاجة غلط يقف قدامك يحط وشه في الأرض بالزبط كده هو حاطت وجهه في الأرض لأنه يشعر بأنه خاطئ يشعر في قرارة نفسه بأنه غير مستحق أن يرفع عينيه نحو سماء بل قرع على صدره ولما إنسان يقرع على صدر ده معنى الحزن إشارة إلى الحزن الداخلي بل قرع على صدره قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ إيه ده الإنسان ده ما عملش أي حاجة من اللي قالها الفريسي الإنسان ده ده واحد من باقي الناس اللي قال عنهم الفريسي الخاطفين الظالمين الزناة الذي لا يصوم ولا يعشر ولا يصنع كل هذه الأمور لكن هذا الإنسان وقف بانكسار قدام الله لكن الرب يسوع لي أقول لكم أن هذا نزل إلى بيته هذا اسم إشارة القريب كأنه وهو بعيد واقب بعيد إلا إنه كان قريبا من الرب هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك اسم إشارة البعيد مع إنه عمل كل وصايا النموس إلا إنه النموس لم يبرره الإنسان يتبرر بالإيمان هو عمل لكنه لم يؤمن لم يكن قلبه مليان بالإيمان عاش كده يقول الكتاب لأن كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يرتفع وبعدين جزء أساسي في العبادة اليهودية هو الزبائح المسلم مش قادر يدرك هذه الحقيقة في كل كلام الرب يسوع وفي كل معاملات اليهود هم يدركون جيدا أن جزء أصيل في العبادة هو الزبيحة والزبيحة درها الأساسي هو أن تكفر عن خطية الإنسان لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فالإنسان يتبرر بالإيمان وليس بأعمال النموس مش بأعمال النموس وحش كده نفس الفكرة عند المسلم كل اللي بيعمله النهاردة المسلم هو ما عندهوش دمان واحد دمان واحد إنه هيروح الجنة مهما عمل مهما قدم مهما قدم حتى لو جسده كله وكل أمواله هو ما عندهوش دمان إنه رايح السماء لأنه الإنسان لا يتبرر بأعمال النموس أم ليه أهمية النموس طب ليه ربنا أعطى النموس رب أعطى النموس لكيما النموس به يدرك الإنسان أنه خاطي مش لأنه النموس يبرر الإنسان النموس يحد خطية الإنسان النموس بيبقى زي زي القانون اللي محطوط في البلد قانون المرور اللي محطوط في أي بلد بيعمل إيه؟ قانون المرور دوره الأساسي إنه يمنع يمنع شر الإنسان يمنع شر الإنسان مش بيغير قلبه تب يمنع شره بيحد شره بيحد السرعة بيمنعه أنه هو يكون شارب وسايق بيمنعه أنه يكون سايق بدون أنه يواخد باله يكون مشتت وهو سايق بيمنعه أنه يكسر الإشارات لكن ما بيبررش الإنسان ما بيغيرهوش ودلوقتي الناس في مصر بتشتكي بعد لما حطوا قانون مرور جامد في مصر وكاميرات في كل مكان بتصورك وإنت مش حاطة الحزام بتصورك وإنت ماسك التليفون تلاقي كده زي بعض الإخوة لما بيحكوا معي أنه واحد منهم دفع بس الشهر اللي فات غرامات بحوالي سبعة تلاف ليه؟ قال لي كذا مرة أتصور وأنا مش حاطة الحزام ما غيرهوش شيل القانون مش هيحط الحزام تاني خالص لكن لأنه فيه قانون وفيه عقاب هيبدأ يلتزم هي دي الفكرة فالإنسان لا يتبرر بعمل النموس لكن يتبرر بالإيمان والإيمان هو اتجاه قلب اتجاه قلب نحو المسيح ونحو عمل المسيح عش كده من يدعي أن المسيح لم يعلم بالتبرير الإيمان الإنسان يتبرر بالإيمان هو جاهل بتعليم المسيح لأنه حتى المسيح أتى لكي ما يكفر عن خطية الشعب يخلص شعبه من خطياهم أنه يقدم نفسه فدية عن كثيرين ده العمل المسيح ولنا في العشاء الأخير أكبر دليل على أن المسيح يتحدث عن تقديم نفسه دبيحة من أجل خطيانا تبرر الإنسان بعمل المسيح طيب أجي إلى سؤال آخر هل اخترع بوليس عقيدة الكفارة؟ وده اللي بيتهم بيه أيضا بعض الإخوة المسلمين عايز أقول لكم حاجة أنه كل الدعاءة الإخوة المسلمين اللي بيجيبوها هم نقلينها من كتب كويس يعني المسلم غير مفكر خلاق هو 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 تابع أكتر فالكتب كتير غربية اتكلمت عن هذا الموضوع وهم كل بيعملوه بياخدوه لكن بياخدوش الردود كمان هم ياخدو بس الإتهامات لكن بياخدوش الردود هل اخترع بوليس الرسول عقيدة الكفارة؟ لما بيقول كده في رمية خمسة لأن المسيح اسكن بعده ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار فأنه بالجهد يموت أحد لأجل بار ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطأ مات المسيح لأجلنا هو بوليس الرسول اخترع عقيدة الكفارة هذه العقيدة ليست موجودة في تعليم المسيح وهذه العقيدة ليست موجودة في الكتاب المعادس بجد حضرتك آري للكتاب المعادس ودارس للكتاب المعادس وآري لكلام المسيح وعارف حياة المسيح ومجرد اتهام اتهام أجوف ليس له أي أساس هل علم المسيح عن الكفارة طب لما نقرأ يحنى ثلاثة ماذا نتعلم من يحنى ثلاثة يقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية أليست هنا عقيدة الكفارة يعني حتى بدل ابنه يعني يبزل ابنه يعني 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 أنه كل من يؤمن بالمسيح وبعمل المسيح أنه بدل نفسه من أجلنا يخلص أليست هذه الكفارة هيجي يقولك لا 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 أصله أصله كلام ده قاله يوحنى وهيطعن في مين يطعن في يوحنى ويتعن في إنجيل يوحنى ما هو ما هو اللي عايز يقتنع العايز يقتنع هيقتنع لكن للأسف كثيرين لا يريدون أن يقتنعوا وأنا أنا لا ألومهم لأن لأن الإيمان هو عطيت الله وإن لم يغير الله القلب عشو كده إحنا دايما نصلي لأجلهم إنه الرب يفتقدهم الرب الرب يفتقدهم الرب يغير يغير قلوبهم هو ده عمل الله لما الرب يشرق بنوره في قلوبهم كل هذه الأمور كل هذه الغشاولة على العيون هتسقط لكن المسيح علم عن الكفار آه لما المسيح أيضا قال إنه أنه جاء لكي يبدل نفسه فيديو عن كثيرين أليست هذه عقيدة الكفار أين العشاء الرباني هذا هو دمي الذي يسفك من أجلكم هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم أليست هنا إشارة إلى الكفار وخروف الفصح طيب هل اخترع بوليس الرسول ربوبية المسيح يقول لك بقى أنه بوليس هو الذي جعل من المسيح ربا يعبد فربوبية المسيح فكرة الرب فكرة أن المسيح رب وفكرة أن المسيح رب ليس معناها المسيح سيد زي ما العبد ينظر إلى إلى سيده ويقول له ربي لا 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 هو رب يعبد فكرة ارتباط المسيح بيهوة هي فكرة بوليسية زي ما يدعي البعض هل اخترع بوليس الرسول ربوبية المسيح لهوت المسيح واضح وضوح الشمس في تعليم المسيح نفسه وإعلاناته عن نفسه ده يعني حاجة أساسية واضحة جدا وكلمت عنها مرات ومرات أنه إيمانا بلهوت المسيح نابع مما إعلانات المسيح عن نفسه ماذا أعلن يسوع المسيح عن نفسه قال ايه عن نفسه وليس اختراع إنسان وزي ما قلت أنه التهمة الأساسية التي اتهم بها المسيح أنه جعل نفسه معادلا لله للتهمة والمسيح أعلن عن نفسه أعلن عن نفسه أنه وحده غافر الخطايا وكل يهودي يعلم جيدا أن الله وحده هو غافر الخطايا مخفورة لك خطاياك كم احمل سريرك وامشي للدرجة اليهود اللي بيسمعوا كلام ده قالوا لماذا يجدف لا يقدر أحد أن يخفر الخطايا إلا الله وده بينسبها نفسه يعني أليس هذا برهان على أن المسيح هو الرب غافر الخطايا الفكر اليهودي يعلم جيدا إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت يعلم أن كل خطية كل خطية كل خطية بكل أنواعها هي أساسا في جوهرها ضد الله فمن يسرق لا يسيء إلى أخيه أولا لكن يسيء إلى الله أولا الذي قال لا تسرق من يزني لا يسيء إلى امرأة أو إلى رجل الزوج لهذه المرأة لا 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 هو يسيء إلى الله الذي قال لا تزني فالخطية أولا موجهة إلى شخص الله والله وحده هو الذي يخفر الخطايا ده كل يهودي ألف به الإيمان اليهودي يعلم جيدا ويأتي المسيح ويقول لهذا الشاب مغفورة لك خطاياك طيب من الذي يستطيع أن يقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن مين اليهود نفسهم وقتها رفعوا حجار اللي كاي ما يرجموه قالوا له إزاي ده ده أنت ماكملتش خمسين سنة عمرك يعني وتقول أنه أبونا إبراهيم رأك إبراهيم اللي هو قبل المسيح بحوالي ألفين سنة فالمسيح مش يقول لهم لا أنت فهمتوني غلط أو أنه يقول لهم يعني أنا مقصودش كده لا قال لهم المسيح قال لهم حاجة أكتر من كده ده قال لهم مش بس أبوكم إبراهيم رأاني تهلل بأن يرى يومي فرع وفرح وده في تكوين أصحح 18 لكن قال لهم أنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن أنا أنا موجود قبل إبراهيم أنا أنا أزلي الوجود ومين أزلي الوجود أليست الأزلية هي صفة مرتبطة بشخص الله وحده وحده لا مرتبطة بالملايكة ولا مرتبطة بالخلائق ولا مرتبطة بأي شيء آخر فكل هذه الأمور هي مخلوقة في يوم من الأيام ما كانتش موجودة ووجدت لكن الشخص الوحيد الأزلي الموجود بذاته قبل كل الدهور هو شخص الله نفسه أليس هذا إعلان عن الوهية المسيح ويجي واحد مسلم مش فاهم يقولك أريني أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني يا سلام ولو ورّت لك هتؤمن يعني ألم يقول المسيح أنه هو الديان من الذي له حق الدينون حق الدينون حق هو الله خالق كل الأشياء والإنسان مسؤول قدام مين مسؤول قدام الله وحده هذا هو الديان طب بأي حق المسيح حيودين وبأي حق المسيح هو الديان للأحياء والأموات هتقول لي ما هو الأمور دي كلها هي بإذن الله وأنا أقول لك طيب أوكي بإذن الله لماذا أعطى الله أخص خصوصياته ها للمسيح وحده لماذا حتى البركة الرسولية نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس موجودة في التكليف العظيم في متى 28 لما الرب يسوع قال وعمدوهم باسم الآب والاب وبالروح القدس والروح القدس باسم الآب والاب والروح القدس بولس لم يخترع ربابية المسيح المسيح رب رب زي ما أحد اللهوتين قال أنه موضوع ربابية المسيح ده عامل لو يعني لو حب حبنا نشبهه عامل زي الانفجار العظيم هذا الانفجار العظيم بدأ مباشرة بعد قيامة المسيح أعلن أن المسيح رب برهن أن المسيح رب وصار المؤمنين يعبدون المسيح كرب حتى الكتب المؤرخين الرومان الذين كانوا يتريأون ويستهزئون على المسيحيين كانوا يقولون أنهم يعبدون إلها مصلوبا ليس من اختراع بوليس فرب بيت المسيح بدأت مع شخص المسيح وكلمة كريوس ليس معناها سيد لكن معناها يحوى هو يحوى هو الرب هل اخترع بوليس فكرة مجيء المسيح التاني لك أصله بوليس هو الذي اخترع مجيء المسيح التاني الجيب بتاعه منين دي حضرتك قريت الأنجيل طيب قريت كلام المسيح ولا كله مجرد تأليف في تأليف كلها مجرد خزعبلات في خزعبلات اتهمات وراء اتهمات ادعاءات وراء ادعاءات دون وعي ودون فهم مجرد ترديد زي بيكون عندك بغبغان مش فاهم بس بيردد الكلام اللي انت بتقوله يقول كده في تسالونيك الاولى بوليس رسول فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب يبقى بيقوله بكلمة الرب الرب بيأكد الكلام اللي بيقولهم بوليس اننا نحر الاحياء الباقين الى مجيء الرب لنصبك الراقدين احنا الاحياء لو رب اتى واحنا احياء احنا مش هنصبق الراقدين الذين رقدوا ماتوا قابلينا لكن الذين رقدوا هيقوموا واحنا كلنا هنصعد مع بعض دي ليست عقيدة بوليس لكن دي تعليم المسيح شوف هنا رب يسوع فيه ماتة 24 بيقوله وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبال الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتين مجيء الثاني على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكته ببوك عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها ده مين اللي علم عن مجيء الثاني ده ده المسيح ابن الإنسان آتين على سحاب المجد وعلى فكرة اللي يقرأ فينا العهد الأديم يعرف أنه السحاب مرتبط بالرب يهوى هو وحده الذي يأتي على سحاب المجد وليس غيره فالكلام اللي يقوله رب يسوع بوليس الرسول بيردده بوليس لم يخترع هذه العقائد بل هذه العقائد موجودة في تعليم المسيح نفسه كما يقول رب يسوع في متى 24 اصهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي الصارك لسهرة ولم يدع بيته ينقب لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان مجيء الثاني يبقى بوليس لم يخترع المجيء الثاني للمجيء الثاني علموا رب يسوع لتلاميزه طيب هل اخترع بوليس فكرة أن نبارك متاهدين وأن نلتزم بدفع الدرائب هل ده اخترع بوليس يعني بوليس لما بيقول باركوا الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا هل ده كلام بوليس مش كلام بوليس لما يقول بوليس في رمية 13 رفعتوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام يعني بوليس بيعلم المؤمنين أن يكونوا مواطنين ملتزمين نحو بلدهم ومن ضمن هذه الالتزامات هو أنه يدفعوا الدرائب وأنا بستغرب كتير من الأسف للأسف البعض بيحاول يتهرب من دفع الدرائب ما أنه دي وصية كتابية هل علم بيها الرب يسوع المسيح هو أساس تعليم بوليس الرسول يقول كده الرب يسوع ولكن أقول لكم أيها سامعين أحب أعدائكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغدكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم يبقى بوليس لما بيطلب أن نحن نبارك لعنيننا هو تعلمها من مين؟ تعلمها من سيده تعلمها من المسيح بوليس أيضا لما بينادي ويقول أن نحن نعطي الجزء أو الجباية اتعلمها منين؟ تعلمها من المسيح لأن المسيح ألفي مرقس 12 أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ ده سؤال اللي اليهود سألوا المسيح بيه هل يجوز أن نعطي جزية لقيصر؟ نعطي أم لا نعطي؟ ندفع ولا ما ندفعش؟ فعلم يسوع رياءهم وقال لهم لماذا تجربونني؟ اتوني بدنار لأنظروا فآتوا به فقال لهم لمن هذه السورة والكتابة؟ دولوا دنار وعلى الدنار دام موجودة سورة القيصر فقال لهم لمن هذه السورة وهذه الكتابة؟ فقالوا له لقيصر فأجاب يسوع وقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله فلله أعطوا للقيصر من حقه ياخده ياخده وللرب من حقه ياخده ياخده جابها بوليس منين أن احنا ندفع الجزية أو الجباية جابها من تعليم المسيح يبقى هنا زي ما احنا بنشوف أنه التبرير بالإيمان الكفارة المجيء التاني العقائد الأساسية الإيمانية المسيحية كلها تعليم المسيح وما البوليس عملية بوليس قدمها للمؤمنين بوليس شرحها للمؤمنين زي ما يكون في حاجة ما تسميه احنا سيستيماتيك تيوليج أو اللهوت النظامي اللهوت النظامي أي كتاب لهوت نظامي هو بيعمل ايه؟ هو بيشوف الموضوع إزاي الكتاب المؤدس تناول هذا الموضوع اللي تسميه سيانسي إنه صفات الله الكتاب المؤدس تحدث إزاي عن صفات الله إيه الصفات اللي رب قالها وأعلنها عن نفسه ويجمع هذه الصفات كلها ويقدمها متنسقة مع بعض ويقدمها ويشرحها ده بنسميه بوليس الرسول في رسائله كان بيعلم المؤمنين كان بيقول لهم هذا ما قاله يسوع ويجمع الآيات اللي بتتكلم عن هذا الموضوع ويقول لهم التبرير بالإيمان الكفارة كل هذه العقائد هو شرحها ولم يكن مخترعها هو شرحها ولم يكن مخترعها بوليس لم يخترع شيئا طيب هل اخترع بوليس العشاء الرباني لما بيقول للرسول بوليس لأن انت سلامت من رب ما سلامتكم أيضا أن رب يسوع في ليلة التي أسلم فيها كذا يودينا تفاصيل العشاء الرباني في كرونس والاحداشر هل اخترع بوليس العشاء الرباني لا ببعا لا هل اخترع المعمودية طبعا لا ما الجابها منين جابها من تعليم المسيح لأنني تسلمت من الرب ما قد سلامتكم أيضا هو ازاي يتسلم من الرب أن الرب أسس فريدة العشاء الرباني في ليلة الفصح وهو قاعد مع تلميذ وبوليس عرف كده وبوليس تعلم كده وبوليس طالب الكنيسة أنها تمارس عشاء الرب وشرح ليهم ما عملوا يسوع في ضوء ما يفعلونه كمؤمنين ده العمل بوليس المسيح هو أساس فريدة العشاء الرباني المسيح يقول الكتاب وأخذ الكأس وشكر وعطاهم قائلا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجلكم في متس التوشين وفي لو أتناشر وأخذ خبزا وشكر وكسر وعطاهم قائلا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس يبقى كل العقائد الإيمانية الأساسية الجوهرية في الإيمان المسيحي من بعها مين من بعها الرب يسوع وليس بوليس بوليس لم يخترع العقيدة المسيحية وأي ادعاء بهذا الشكل هو ادعاء ليس له أي أساس من الصحة هو ادعاء إن كاد هو تدليس على الإيمان المسيحي بوليس الذي نادى بالتبرير لأن المسيح نادى بالتبرير نادى بالكفارة لأن المسيح علم عن كفارة نادى بالمجيء التاني لأن المسيح أهل عن المجيء التاني نادى بمحبة الأعداء لأن المسيح علمه كده نادى بدفع الجزة لأن المسيح نادى كده نادى بالعشاء الرباني والمعمودية لأن المسيح عمل كل هذه الأمور واضحة جدا في كلمة الرب واضحة جدا فالسؤال هل اخترع بوليس المسيحية او العقائد المسيحية هذا افتراء وليس حقيقة هذا ادعاء كاذب وليس له اي اساس من الصحة وعش كده عزيز المشاهد ما تقبلش اي حاجة دون ان يكون لها اي اساس والاساس الحقيقي ان كل العقائد المسيحية منبعها شخص المسيح الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم